النهاردة هنتكلم كتير في الموضوع دوت مع محمد جمال والنهاردة جايبين لكم عدد كبير جدا من اللاعبين المصريين اللي موجودين في أوروبا ومحدش يا ابن الحلال يعرف عنهم حاجة مفاجآت بالجملة ده احنا النهاردة عاملين لكم فرقتين فرقتين من اللاعبين مصريين موجودين في أوروبا مش منهم طبعا محمد صلاح وتريزيجيه والنيني ومرموش مش منهم دول خالص اللي اسمها المعروفة دي اسماء تانية خالص خالص فاحنا اتأخرنا صح؟ اتأخرنا خلاص مش محتاجين نتأخر أكتر من كده نلحى بقى نلحى عشان لو احنا عاملين مشروع فعلا لحد 2026 فده المفروض يبقى أساس المشروع أساسه ليه؟ نكون اللاعبين اللي جايبين لهم النهاردة اللاعبين صغيرين في السن 2026 هيبقوا نضغوا جدا عشان احنا انت عارفين نقوم الاساس المنتخم مصر لعيبة كلها فوق التلاتين فوق التلاتين عد بقى الشناوي وحجازي وصلاح ونيني وترى يا حامل دو اللاعبين اللهم اللي ايه؟ اللي احنا بنمنع ليهم كل حاجة طيب اللاعبين دي لما يتقدم بها العمر وتعتزل هنعمل ايه بقى؟ نغرق فنلحق نلحق زي ما قلت لكم الفقرة التانية هيبقى فيها كلام كتير عن هذا الامر موسيقى موسيقى موسيقى